نعم من داخل غرفة القيادة والتحكم والسيطرة التابعة لقوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة قيادات أمنية قائد الفرق الميدانية في رئاسة أمن الدولة من خلال الكاميرا الثانية التابعة أو الخاصة بالعربية وكذلك من خلال هذه الكاميرا نرصد الأوضاع الحالية خاصة مع الحالة المطرية التي تشهدها المشاعر المقدسة هنا طبعا في هذه الغرفة هي غرفة في الأساس تعمل تقنيا وتعمل بالذكاء الاصطناعي وبينما أيضا في هذه الحالة التي تشهدها المشاعر المقدسة خاصة الحالة المطرية تم الآن الدفع بإدارة الحشود الدخول إلى الميدان من أجل أيضا المساندة والدعم طبعا في الأساس السعودية هذا العام هي استخدمة الذكاء الاصطناعي وكذلك التقنيات من أجل إدارة الحشود لا تدخل إلا في الحالات الطارئة أو الكوارث لا سمح الله ولكن في الحالة المطرية التي تشهدها الآن المشاعر المقدسة ورغم التقنيات التي أيضا تمتلكها السعودية من خلال الفرق المراقبة وكذلك الكوادر البشرية فنشاهد الآن عملية متابعة دخول الحجاج ورغم الحالة المطرية الشديدة إلا أن الحالة بالنسبة لدخول الحجاج إلى منشأة الجمرات تسير وفق ما خطط له طبعا نحن نتحدث معدل دخول الحجاج خلال الساعة الواحدة هنا في منشأة الجمرات تزيد عن 90 ألف حاج وتصل في بعض الأحيان خاصة في أوقات الذروة إلى أكثر من 150 ألف حاج خلال الساعة الواحدة نحن نتحدث عن أيضا تقنيات وكاميرات يصل مداها إلى أكثر من ثلاثة كيلومترات فهذه المنشأة وهذا الشخص الذي تدرب تدريبا جيدا على التقنيات الحديثة نشاهد بالمدى الذي يصل إليه من خلال دخول الحجاج في هذه اللحظة الآن إلى منشأة الجمرات بكل يسر وسهولة رغم الحالة المطرية التي تشهدها المشاعر المقدسة نعم لعل الأمطار هي متوسطة إلى غزيرة قد نصفها بهذا الحال خاصة من خلال هذه الشاشات التي نشاهدها إلا أن الحركة داخل منشأة الجمرات ومن خلال الخمس الطوابق أيضا هي تتم بكل أرحية نحن نتحدث أيضا عن شاشة أو عن عملية تقنيات وكذلك عمل في الذكاء الاصطناعي يتم استخدامه وأيضا تم تدريب الكوادر البشرية وإدارة الحشود في قوات الطوارئ الخاصة تابعة لرئاسة أبل الدولة التي تشرف وهي مسؤولة عن استلام الحجاج واستقبالهم في هذه المنشأة المكونة من خمس الطوابق فهم يديرون عملية دخول الحجاج حتى خروجهم بسلام وأمان إلى مخيماتهم ومقراتهم لعل في أيضا في الزاوية الأخرى وكذلك أيضا نلاحظ في الصورة الأخرى من كابرة العربية متابعة من قبل القيادات الأمنية التي تراقب عن قرب من خلال التقنيات وكذلك أيضا الكاميرات الليلية والنهارية عملية رصد دخول الحجاج وكذلك عملية سير دخول الحجاج نتحدث عن قيادات في قوات الطوارئ الخاصة تابعة رئاسة أمن الدولة التي تمتلك تقنيات وتدربت على هذه التقنيات بكل جدية وبكل فعالية وتم تطبيق هذه الخبرات أو تراكم الخبرات في العوام الماضية خلال هذا العام ولكن بشكل تقني وشكل أفضل حداثة لتتم عملية إدارة الحجود بطريقة تقنية السعودية اليوم تواكب بها العالم وأيضا تتقدم في هذا المجال خاصة في ظل الهيئة أو سدايا التي تقوم بدعم هذه القطاعات الأمنية من خلال التقنيات والابتكارات اليوم بعيدا عن أمر التقنيات وما تقوم به السعودية من إدارة الحشود السعودية اليوم من خلال استراتيجيتها استفادت من المبتكرين استفادت من المبتعاثين الذين تم رسالهم ودراستهم في العوام الماضية استفادت من الخبرات وتراكم الخبرات في إدارة الحشود الأمر الذي وصل إلى أن بعض الدول تطلب الخبرة من هذه الإدارة وهي إدارة الحشود سواء في إدارة حشود في مجالات مختلفة ثقافيا أو رياضيا أو أيضا على مستوى النشاطات الأخرى اليوم السعودية استطاعت تصدير هذه الخبرة من خلال ما تملكه من كفاءة عالية في إدارة حشود أو من خلال كفاءة أيضا في ممارستها لهذه التقنيات طيب هل تم تسجيل حالات ازدحام أو تكدسات في منشاة الجمرات هاني وكيف يتم التعامل معها؟ نرصده الآن من خلال هذه الكاميرات وكذلك أيضا من خلال تواجدنا ميدانيا منذ الصباح تحديدا نحن نتحدث منذ زوال الشمس منذ الساعة الحادية عشر صباحا لم نرصد أو لم تسجل أي حالة تدافع أو حالة طارئة نحن نتحدث الآن عن تدفقات للحشود التي تدخل أو التي دخلت إلى منشاة الجمرات تجاوزت 900 ألف حاج الآن هم دخلوا منشاة الجمرات هناك في هذه اللحظة الآن يتم دخول أكثر من 16733 نحن نتحدث عن طوابق مختلفة فأعلى ذروة المقدر دخولها للحجاج خلال الساعة القادمة بحسب الخطة والجدول الزمني الذي هو متابعة بين قوات الطوارئ الخاصة وبين وزارة الحج وبين أيضا مسؤولي الطوافة فمن المفترض أن خلال الساعة القادمة يتم دخول أكثر من 77476 حاج فكل ساعة يتم إدخال دفعة هذا كإجراء احترازي ولكن أن المنشأة بإمكانها استيعاب الملايين من المحجاج دفعة واحدة ولكن اليوم السعودية تستخدم هذا الأمر كإجراء احترازي وكذلك إدارة الحشود في قوات الطوارئ الخاصة تستخدم هذا الأمر كإجراء احترازي نحن نعم نتحدث عن خمسة طوابق الآن في هذه اللحظة الطابق الأرضي دخل إليه أكثر من 339 ألف شخص الطابق الأول دخل إليه أكثر من 105 ألاف شخص أما الطابق الثاني والثالث فقد تجاوزوا 300 ألف والطابق الأخير وهو السطح أو الرابع يعتبر بالنسبة لقوات الطوارئ الخاصة دخل إليه أكثر من 178 ألف حاج للرمي الجمرات الثلاث وهذه إحصائيات رسمية وخاصة للعربية الآن يتم إعلانها من خلال قرفة القيادة والتحكم والسيطرة التي تتابع من قبل قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة شكرا لكم هاني سفيان مراسل العربية من مركز القيادة في مشاهدة الجمرات في ميناء